أعوم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فغور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتقنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألغوا فيها سمعوا لها شهيقا ويتفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعظن ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشر أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافات ويقبط ما يمسكهنه إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جوة لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور أمن هذا الذي يرزقكم إن لمسك رسطه بل لجوا في عتو ونفوه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واللبصار والأفئدة ضليلا ما تشكون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زرفة سيت وجهوا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بلي تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يتير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصلح ماهكم ظهرا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر